بسم الله أبا الإبن والروح القدس إلهنا واحدة أمين الوقت اللي احنا فيه الكنيسة اول مبارحة احتفلت بعيد استشهاد ماري مرقص قديس ماري مرقص ليه غلاوة عندنا في مصر لأنه هو اللي عرفنا طريق المسيح وليه غلاوة عندنا في كنيستنا احنا بالذات لأن الحقيقة عمل معانا أمور ما تتعدش وبركته شفاعته الحقيقة القوية زي عملوا معانا تعالوا نتعلم بعض الحاجات من حياة القديس العظيم ماري مرقص قديس ماري مرقص هو احنا بنقول عليه في المديحة بتاعته مولود في القيروان يعني جنسيته ايه القيروان دي تبع ايه ليبيا طب هو اصلا اعلقته باليهودية هو اصلا يهودي واسرته لسبب الاتهاضات الرومانية والحاجات اللي كابة تحصل سابوا البلد وراحوا على ليبيا على القيروان وتولد ماري مرقص هناك وزر ده كان شيء بترتيب من ربنا بعد شوية هم كانوا أسرة غنية زي ما بنشوف ان مريم أمه كانت واحدة من الناس اللي كانوا بيتبعوا يسوع ويخدمناه من أموالهن كانوا بيدفعوا فلوس للحاجات لخدمة المسيح وياخدوا بالهم منه وتنقطن الكتاب بقصد يسجلها علشان يشاور قد ان الانسان اللي بيحب ربنا ساعة يشتغل معه ويخدمه بالوقت وبالمجهود وبالفلوس مريم مرقص ربه في بيت أسرة يهودية تعرف ربنا وطقية لظروف الحياة في ليبيا قرروا يرجعوا تاني أرشاليم وكان ترتيب ربنا ان هم يرجعوا في التوقيت اللي كان فيه الساد المسيح بالجسد موجود في أرشاليم تعالوا نبص على أول حاجة في حياة مريم مرقص هو اسمه مرقص أو اسمه حنى الملقب مرقص في اليهودية ساعة لقوا كده الواحد ليه اسمين يعني بولس كان ليه اسم تاني اللي هو شاول وبطرس سمعان وصفة يعني ليه كذا اسم ممكن يعني فهو يحنى الملقب مرقص والاسم دايما في الكتاب المقدس له الأسماء دايما لها علاقة بالشخصية وربنا مش تذكر الاسم كده اعتباضا يعني وميقولوا كده يحنى الملقب مرقص كلمة يحنى معناها يهوى حنان يهوى يعني الله حنان وكلمة مرقص معناها مطرق يعني هو حنان ولا مطرق الحقيقة ده دي أول نقطة بتشاور على درس نتعلم ماري مرقص وهو التوازن في حياتنا وفي علاقتنا مع ربنا أخدم ولا صلي يعمل توازن أبقى شخص حاسم ولا شخص محب وحنون أعمل لتنين كل شيء تحت السماء ليه وقت ما هواش تناقض ربنا نفسه وهو في الجسد كان حنان جدا على الخطاء اللي جاين يتوبه لكن في وقت من الأوقات قال جملة قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون صعب أو يا رب كان حنان جدا على المرأة الخطية اللي في بيت سمعاني في الريسي والمرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وعلى ذكة العشار حنان جدا على كل واحد حاسس فيه إن قلبه يلمس التوبة تحنن يسوع على مرضى كتير وشفاهم ولكن في حتة تانية يقول لك مرضيش يعمل ولا معجزة لعدم إيمانهم لأنه مش راح يعمل شو هو مش راح يعمل شو فده أول درس بنتعلمه يكون في توازن في حياتي توازن في إيه في كل حاجة عليا في حياتي في ناس بتحب حاجة معينة وخدوا بالكو النقطة دي خطيرة جدا في حياتنا بيسموها الكومفر زون كومفر زون منطقة اللي بترتاح فيها إيه اللي بترتاح فيه برتاح في الكلام مع فلان وتزود وبعدين العلاقة تزيد وتفتح وبعدين مع الأسف مع الأسف دايماً العلاقات اللي فيها عشان بزيادة الخسارة فيها بتبقى كبيرة قوي إنما لما حط حدود في تعاملاتي مش عشان كراهي حتى الواحد ساعات لما بيجي يقدب ابنه بيقدبه إزاي؟ بمحبة هل التأديب خالي من المحبة؟ أبداً وهل المحبة الكاملة تفسد ابني بالتدليل؟ أبداً في ناس ما بتعرفش تعمل غير تون واحد تطلع تون واحد يعلى طول بيزعق يعلى طول بيطبطب ويبقى مثلاً صورة بابا أو ماما في البيت هو الحنين الطيب اللي ما بيقولش حاجة تزعل ساعات في واحد كده مع أصحابه هو المطيباتي لا ما ينفعش ما ينفعش يعني كتاب مقدس يقول في الحتة دي مبرق المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب يعني إيه الآن دي؟ يعني إنسان شايف إنسان بريء ويقول عليه مذنب لأنه أحب ينطقت دايماً أي حاجة طلعوا غلطان وخلاص أو واحد تاني يحبه لأكله كويس وناس كلها حلوة وناس كلها لطيفة مهما كان خطيته طب نبهه يعني حتى المسيح لما كان بيحب الخطى ما كانش بيحب خطيته يعني لما المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل طلعها من إيد اليهود وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولاً بحجر قال للستة بعد كده يا امرأة أمدانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك خلاص كده لا أستني إذهبها ولا تخطئي يعني مش عايزها تخطئ تاني هو بيحبها وخلصها من إيديهم وعارف إنها عايزة تتوبة لكن مش معنى كده خدوا راحتكم يبقى التوازن حلو حتى في العمل الروحي هل واحد بيحب ربنا وبيصلي يهمل في عمله يهمل في أمور بيته يهمل في خدمته على حساب الخلوة ما وفي ناس بتبقى كده واحد يحب الخلوة أو واحد بيحب الخدمة أوي ومعندوش وقت يصلي يبقى أول درس بناخده من اسم ماري مرقص يحنى الملقب مرقص الحنان الملقب بالمطرقة إزاي يا رب دا وده هو كده لأن الله عادل في رحمته ورحم في عدله والاتنين ما تنقضوش مؤدب بمحبة إزاي دي تتعمل يقول عنها البابا شنودة يا قويا ممسكا بالصوتي صوت اللي هو كرباد في يده والحب يدمي مدمعه من كتر الحب بعات على ابنه اللي ما طب تضربوا ليه بقدبوا بقدبوا لكن تأديب مليان حب تأديب ما يكسرش ابني لكن يعدلوا يبقى دا أول نقطة نشوفها في حياة ماري مرقص الحاجة الثانية وإحنا في حياة ماري مرقص نصق إن كل الأمور تعمل معا للخير بمعنى إن الله ضابط الكل ومدبر الكون الوحيد تظهر إزاي في حياة ماري مرقص دي مولتلكوا بيتهم أسرة يهودية سفروا راحوا القيروان خدوا بالك هو لما ابتدى خدمته في مصر ابتدأ من من اسكندرية قريب جدا طريق الساحل ده والمنطقة دي عدوا عليها هم راجعين على ليبيا ده الطريق اللي هم راجعوا منه فالمنطقة مش غريبة فهو دريان بالحتة دي وبعدين راحوا اليهودية وعاشوا فوقت المسيح وأمه فتحت بيتها للمسيح كان البيت بتاعهم بدهم هم أغنية علامة الثراء كانت منها إن هم يعملوا البيت دورين ما هو البيت أهو فتحناه وعملنا دوره هو سكننا فيه إيه لازمة الدور التاني دي علامة الثراء عشان إيه لما يبقى فيه عزومة في حاجة نعادهم فوق فالعلية دي كانت فرشها ونجهزها عشان المسيح لما يجي بالتلاميذ بتوعه يعودوا فيها ده المكان اللي كان بيستراح فيه المسيح وده اللي أسس فيه الفصح فبالتالي وهو في بيته بيخش المسيح البيت اللي دخله المسيح ده شكله إيه مليان حاجات حلوة وبالتالي شاف المسيح ولقط منه بعض الحاجات اللي هو سجله ربنا رعاه وأبوهما كانوا بيتمشوا في حتة في غابات فلسطين وطلع عليهم أسد ولابقى وبعدين أبوه قال له اجري انت وأنا هلخمهم يكلوني عشان الأب بيضحيع فقال له لا أنا هقف وصلي وصلى فأبوه آمن الولد ده في حاجة فربنا ابتدى يشتغل معاه ابتدى التلاميذ بعد كده يبتدوا بشره وبرنابة الرسول اللي هو خال مرقص شاف بولس الرسول ده جوهرة بعد ما آمن بولس بالمسيحية فابتدى يقول له نخدم وخدوا معاهم مرقص ومرقص كان لسه شاب القبل دي أفتكر بس موقف تاني نهو شاف المسيح ليلة صليبه وشاف الحاجات دي والإيامة كانت في العلية بتاعت المسيح فهو واحد من الناس اللي شافت الحاجات دي كلها بتدى يخدم مع بولس الرسول والحقيقة مشي معه شوي يمكن مقدرش يكمل وفريقهم في حتة اسمها بنفلية في الرحلة الاولى بتاعت بولس وتدبير ربنا ان كان هما فريق واحد شغال بولس وبرنابة ومرقص معه لما جي تعب منهم وراح راجع ورشاليم اين كان السبب اللي رجع عشانه لما جي بولس الرسول قال لبرنابة تعالى نروح رحلة تانية وتشوف هنعمل ايه قالوا بلش مرقص عشان ايه تعب من هنا في السكة في النص فما فيش داعي منه هرجع للحتة دي بعدين بس عايزة اقول ان هو كان الترتيب ان ربنا هيخلي بولس ياخد سيلة وبرنابة ياخد مرقص ويبقى بدل ما فريق واحد شغال بقى فريقين شغالين والخدمة انتشرت اكتر ترتيب ربنا ان هو هو جاي مصر صندل اتقطع نقول ساعتها ايه هي نقصة يعني انا عارف اصلا هتكلم ازاي ولا هقول ايه لا اصبر ما تخافش انت محتاج عشان تصلح الصندل ده محتاج واحد يصلحه اسكافي يخش الاسكافي يجي الاسكافي هو بيصلح الصندل الابرة تخش في صبعه ويسرخ يا عم هي نقصة مش كيفاء الصندل ما اطوعه والاسكافي كمان اتعور لا اصبر بس اصبر بس ده ربنا ليه سكة تانية ربنا ادبر له ان يخش عند الاسكافي ده ويطلع الاسكافي ده اسمه انيانوس ويطلع البطرك اللي بعده على طول رقم اتنين في بطركة سكندري ويصرخ واقول يا الله الواحد يقوله تعرفوا يقوله بنسمع عنه قاله طب هتصابعك وصلى فصاب وخف قاله ايه ده اللي حصل قاله تعالى نروح البيت واحكي لك عن الاله الواحد اللي انت تعرفه اتاري ربنا بيرتب له ايه مدخل يخش بيه للمسيحية في مصر الحقيقة في الحتة دي ببص على ان لو البيت فيه المسيح ربنا هو اللي بيدبره كل حاجة في حياتنا ربنا رسم لها خطة جميلة ومهما كانت دقة الخطة اللي انا بعملها النفسي والسيناريو اللي بتخيله النفسي ربنا عنده سيناريو احلى ربنا عنده سيناريو احلى هما كانوا سفروا ليه القيروان هتا احزا وبعدين اتأزوا رجع رجع تعمل ايه في ارشالين اهما كان للعبادة ونشوف بقى شاب غني يعني هيعمل ايه يعملوا بيزنس مثلا لا ربنا عايزوا بيزنس تاني خالص خالص تعال اشغالك شغلانة تانية خالص يعني انا بسأل مريمور اصدالة وكان من رجال الاعمال اللي شغالين في ارشالين كنا هنسمع عنه ولا حاجة ولا حاجة اسمه دلوقتي في كل الاناجيل الانجيل التاني وبالمناسبة هو اقدم انجيل اول انجيل اتكتب بس الغريب انك انت لما تحط امكانياتك في ايد ربنا زي زي ام مريمورقس كده لما عملت كل بقى امكانياتك وقتك وخدمتك وزكائك وفلوسك وحتى اسرتك ربنا يرتبها بطريقته الانسان فينا لما يخضع على صوت ربنا الحقيقة ربنا عنده خطط حلوة قوي في ناس تعند مع صوت ربنا ليه بس يا رب عملت كده ما تشغلش بالك ليه عمل كده قوله عايز تفهمني ليه عملت كده فهمني ما كانش احنا مكملين في ناس ايجابية مهما كانت تبتدي تحاول تاني وتشتغل تاني وتقدم اللي عندها يعني مرقص ما تقمصش مثلا لما بقول اسأل بلاش يقولك انا اللي خدمت معا ومشيت معا كذا كذا مش احسن من اللي قاعدين ومراحوش خالص ما قلش حاجة خالص راجل ما قلش مشتغل مشتغل كان فكرة ان في تدبير في حياة كل بني ادم مرقص الرسول حد قال عليه كده كان عجينا طريق في ايد ربنا فشكله وطلع منه حاجة حلوة قوي انا مش عارف فعلا كان طموحه ايه وهو راجع من القيرا وان الخطة اللي في دماغه ايه هو شابه وطبعا الشباب في دماغه طموح حيعمل ايه مقلق جاية هيعمل ايه هل حيخش في حاجة في العبادة هل كان حيزي تجوز يعمل الحقيقة وسب نفسه وربنا فهمه يعني ايه معنى التسليم ومري مرقص الحقيقة جيه مصر بدون خطة بدون خطة هو جاي هنا في ثقافة كانت هي الاعلى في العالم يعني اليونان عليت وروما عليت ولكن فضلت اسكندرية منارة العلم في العالم وكانت مكتبة الاسكندرية من اعظم المكتبات في العالم حتى فيما بعد لما اسس المدرسة اللاهوتية طلعت اعظم اللاهوتين في العالم احنا الزهر من زمان غلبوين في الحتة دي لكن ده اللي حصل ان فعلا ربنا هيدخلوا ازاي في بلد بالمنظر ده روحوا ملكش دعوة انا هقول لك تعمل ايه او انا هشتغل بيه وعشان كده عايز اقول ان الانسان اللي بيسيب نفسه في طريق ربنا ربنا بيعمل بيه حاجات حلوة كتير قوي لكن كل ما يعاند في طريق ربنا ويحط رأيه قبل رأي ربنا لألحان انت بتعطل خطة ربنا يبقى اول حاجة قولناها ان يبقى دايما في حياتي في توازن في كل امور حياتي واعرف ان لكل شيء تحت السماوات وحاجة التانية ان انا اسيب نفسي لخطة ربنا دايما هتكون احلى حتى ان انا اصل الكلام اللي قاله المزمور صرت كبهي من عندك ولكني دائما معك مش فارق معي بتعمل بيه المهم ان انا معاك مش فارق تعمل اللي تعمله مهم ان انا لازق لك وجنبك في حد يقولي انا ما بفهمش قوي في الكلام اللي هوتي اللي بيعودوا تكلمون في الكنيسة لكن لازق للكنيسة ولازق لربنا ومش فارق معي بقى مكانتي فين في السماوات المهمة كون معا دا ايه دا دا ما كانتو عالي اوي بالمناسبة اللي بقول الجمل دي اللي بيعرف يقول الجمل دي من قلبه دا ما كانتو عالي اوي لانه سايب نفسه ربنا ربنا هيعمل بيه كتير اوي ومش معطل خطة ربنا حاجة التالتة اللي واضحة في بيه في حياة ماري مورقص البيت المتدين اللي بيحب ربنا خدوا بالكو مريم ام ماري مورقص امنت بالمسيح بدري اوي هو لسه بالجسد وفي ناس قاعدة تقول هو دا المسيح ايش بان عليه هي فهمت بالضبط شبه السامرية قلبها حساس اوي في الحتة دي سامرية راح تقول للناس في السامرة اللي هم يعني بالنسبة اليهود دول كفرة يعني يقول لهم ايه تعالوا انظروا انسانا قال ليه كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح مريم ام ماري مورقص امنت بدري جدا جدا وماري مورقص بسبب ايمان امه كان شاهد عيان على كتير من المواقف اللي حصلت في بيتهم ما المسيح كان كتير يروح يستريح في البيت دا كان شاهد عيان على حاجات كتيرة شاف ايه شاف كتير اوي لدرجة لما كتب انجيله كتب حاجات بعضها سمعها وبعضها شافها بنفسه وجوده في قرشليم خلق ريب من مكان العبادة وواضح ان هو كان بيحب ربنا اوي وانسان يهودي متدين يعني وقامن بدري اوي بالمسيح ومشي معاه بيخليني اقول ان البيت المسيحي يبان فيه شخص المسيح اسلوب الكلام اللي بيتقال في البيت المسيحي شكله ايه الكلام اللي بيتقال في البيت المسيحي مع الضيوف وعلى الضيوف بعد ما يمشوا عافيني القصة بتاعت الطفل الصغير اللي قتلهم واحدة جارتهم وبعدين ماما قامت تعمل شاي فالولد واقف عند الست قلت شواء ايه ينلف على الكنبة ويقف عن ظهرها فالستة قلت تعالي حبيبي تعالي جميل والولد يلف من وراء عايز بيبص في راسها من وراء فبتقول له في ايه حبيبي مالك قال لها عايز اشوف وشك التاني قلت لقوش التاني ايه قال لها اسمها بتقول انتي بوشين كلام صعب قوي هو طبعا احرج ماما بس ده اللي ماما بتقوله ما هو احنا قدوة احنا قدوة قولوا زي ما تقولوا بس اللي بتعمله هو اللي بيثبت يعني سامحوني انا واحدة هو من الناس انا كاهن وعمل احكي لكم لو انا في بيتنا رحت عملت غير اللي انا بقوله ده ولا حاجة من اللي بقولها دي تسمع في البيت طب هالمعنى كده ان انا ما بغلطش بنغلط بنغلط وكلنا تحت الضعف وبنغلط لكن في فرق بين واحد بيغلط ويبرر الغلط واحد يغلط ويستحل الغلط واحد يغلط ومتعود الغلط ويقول لك هو انا طبعي كده واللي عجبه لا لا انا بغلط وعارف ان يغلطان وبحاولي حبيب اللي بتعصب ويقول لك ما عليش سامحوني انا عارف ان عصب احتملوني وانا هحاول تاني او ده يفرق قوي ابا عمل حاجة يمكن تعتبروها من الفولكلور يعني رجع بيته من شغله ومزع بيبه وماما بتقول له مش عارف على كلمة فهبف ماما قدام الوارد هم مش متعودين على كده دخل قطه وكان مدايق من اللي هو عمله الزوجة كانت حكيمة دخلت له وقالت له مش عايزة اكون دهيقتك قالها انا اسف انا اللي دهيقتك قالت له لا ما فيش حاجة طبعا كان باي انها مدايقة يعني الرجل دخل شخط فيها يعني ما فيش سبب يعني مهم احضر لك لغداء هو الرجل قال ايه ما فيش داع نقل اللي بالدنيا نكد اللي حضر عليه الغداء راحت لحضر الغداء وهو وقف كده دقتين مع نفسه واعتذر لربنا اولا وبين راح لها المطبخ اللي حقيق عليت له لأ ما فيش حاجة بس كان بانها مدايقة قعدوا على الغداء وبيصلوا قبل الاكل ابانا الذي في السماوات وخلصنا ابانا الذي وحناكل لهم يولاد قبل ما ناكل انا عايز اعتذر لماما قدامكم لان انا غلطت في حقها وزعاقت اندهش تستقيت له ما فيش داعي تعتذر قدامه لأنا غلطت قدامهم لازم اعتذر قدامه بغض النظر اللي عمله في الاول كان غلط لكن امتلك الشجاع انه يصلح الموقف ده اكيد هيثبت في ذهن اولاده اكيد هيثبت في ذهن اولاده والزوجة نفسها رضي لها شيء من كرمتها قدام الاولاد مفيش مانع حتى وان كان الكلام واجعها ان كان انما الموقف بيدوب شيء من الخلاف في بيتنا ايه اللي بيتقال في بيوتنا ايه اللي بيتقال هل هي بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة والله الصلاة مفقودة وعنصر كده يعني لما نلاقيه لوقت يعني يعني بحس كده ان وجود المسيح مهم وكلنا عارفين ده لكن ببقى المسيح هيجي ازاي هيجي عدي على البيت يزورنا هل بيتنا بيت بيقدم اعمال رحمة واعمال محبة هل بيتنا بيت مريح ولا بيت متعب هل بيتنا بيت بيقدم الفضيلة ولا بيقدم الخطيئة الحقيقة ده موضوع كتير قوي وبيفرق لما يكون المسيح في البيت بيفرق قوي من بيت للتاني فانا بتوقع ان طالما المسيح في البيت ايه اللي متوقعين ان البيت ده ينتجه ايه المنتج اللي خارج بقى من البيت واحد زي ماري مروس ده بيعمل ايه بيحب ربنا هو بالمناسبة فين صارويته وفين فلوسه اللي راح داير يلف في العالم ده ساب كل حاجة ومشي عجيبة عرف يقول مع ابو درس رسولها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك لقى الجوهرة الغالية الكثيرة الثمن فاصبح يقول لربنا انا متزن في حياتي ما بين الخدمة والروحيات ما بين اهلي وخدمتي قال انا سايب لك كل حاجة اتضبارها زي ما انت عايز قال انا هعمل اللي امي علمته هطلع انا في فز ده اخر حاجة عايزة اقولها في حياة ماري مرسوم ضمن الحاجات الرائعة الرائعة في هذه الشخصية هو شخص بيقبل ان يبقى فيه نموه في حياته يعني ايه ماري مرس اول مشهد ليه ذكر في الكتاب المقدس كان ايه بيقول ان هو في البستانجة الثماني لما اتقبض عن المسيح يقول تبعه شابا لابسا اذارا على عريه ده مين ده ماري مرس لان هو الوحيد اللي ذكر الحادثة دي عارفها منين وده في الظلمة وفي العات ما كان هو الشاب ده فامسكه الشبان الولاد اللي راحين يقبضوا عن المسيح فترك الاظار وهرب منهم عريهنا كان نزل من بيتهم عشان ما ريح الراجل في بيتهم سمع دربكة راح لبس اي حاجة سطر روحه بحاجة ونزل اللي جري وهرب زي التلاميذ البقين يعني هو راح يشوف في ايه فلا اكده عمل زي البقين وهرب وجري دي البداية بداية مخجلة الحقيقة كملت لما الموقف اللي بحكي لكم عليه لما سافر مع بولس الرسول هو برنابة اخدوا معهم يحنى الملقب مرقص وده كان الحتة دي تذكرت في سفر الاعمال في اساح 13 ومشوا لفوا بعدين يقول لك واما يحنى ففارق هما ورجع الى قرشليب مالو رجل واجعته من لف تعب ما بولس ده ما بيهمتش برض ويعني اللي بيخدم معه بيتعب يعني لكن الحقيقة برنابة هو اللي هو اللي صدر بولس وبولس قوي والاثنين فطاحل وبيلعب معهم واحد شبل تعب قال لهم كفاية مش قادر انا راجع جات في رحلة التانية بولس اي قلت لحضراتكم رفض ان المرقص يجي معهم قالك ده بعطلنا مفيش داعي منه اللي زي ده يقول ايه يعني انا ما زار ما فياش امل فخليني بقعد فوق الشليم والليه اللي ربنا يجود بيه اخدم بيه وخلاص حقيقة برنابة خالو خدوا معي وقالوا لأ تعالى نشجع ونروح تاني فراح يجي بولس رسول نفسه اللي قال عليه انه بلاش مرقص عشان ده بعطلنا يجي في رسالة كلوسي يقول ومرقص ابن اخت برنابة الذي اخذتم لاجل وصايا اين اتى اليكم فاقبلوه فابتدى يبعثوا مرسال بداله ايه ده ابتدى يفق فيه ويدي له شيء من الخدمة اعلى وفي نهاية حياة بولس في رسالته لتيموس يقول ايه خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة نافع ما كان في الاول مش نافع الحقيقة هو بص مرقص بيحصل ايه فيه تدرج في حياته وده بيشاور على انه مفيش حد تولد عظيم ولا كبير مرقص ده ابتدى ضعيف جدا لكن ما فقدش امله عارفين فيه شخصيات كده دقوبة تحس يعني زاد دودة كده ما يبطلش يحاول ينمو باستمرار وياكل باستمرار واكتر باستمرار واي حد يتعلم منه حاجة ما جراش حاجة غلطت مرة ما جراش حاول تاني حاولت عشرين مرة وفاشد خليهم واحد وعشرين بقوا مية يبقوا مية واحد هالارقام بتخلص هالارقام بتخلص نجرب تاني وتكون النتيجة ان ربنا يشوفه امين في القليل فيقيمه على الكثير ويطلع مريموروس ده بيأسس كنيسة عظيمة هي كنيسة مصر وكنيسة الاسكندرية اللي احنا بننتمي ليها بكل فخر كنيسة عظيمة طلعت بطاركة عظماء وطلعت ابطال الايمان زي كرولوس السكنداري وزي اثاناسيوس ديسكوروس ابطال في الايمان طلعت ابطال الرهبنة مؤسسين الرهبنة هادي الكنيسة اللي طلعت ده اختار واحد اسمه يسطس وعملوا مدير مدرسة اسكندرية ومدرسة اسكندرية دي كانت سبق عصرها دي مش مدرسة عبارة عن فصول ونقعد ونعلم لا الاسلوب الحديث في التربية في التعليم اللي هو ايه دلوقتي النقاش والحوار كانت هيدي اسلوب مدرسة اسكندرية كتب تقوم على السؤال والجواب ياخدوا يدوا مع بعض ففي حوار فيتعلموا اكتر ويتشربوا العلم اكتر مش واحد قاعد بيلقي الناس دلقين ده خلاص راحت عليه فبقى في في حوار دفعلي مع مع الناس دي وطلع يسطس ده بقى هو الباطلق رقم ستة في تاريخ بطاركة اسكندرية ازاي اختار انيانوس عنده رؤية كرولوس سوري ايسف مريموروس وضع القداس اللي هو باسمه اللي هو بعد كده زود عليه القديس كرولوس الكبير ونصب لي تلاقوه في القداس الكرولوسي مكتوب هو الذي وضعه مريموروس الرسول ده اول قداس حطه ازاي جات في بلك تحط قداس اول واحد كتب انجيل اول واحد فكر يكتب سرط المسيح ويسجلها الانجيل زمان بوليس يقول ما يقول انجيل الذي قبلتموه انجيل اللي قبلتموه بوليس ما كتبش انا جيل بس الانجيل يوصل بي البشارة المفرحة كان التبشير بالكلام مش بالكتابة مش بالكتابة عشان كده دايما بنقول ان التقليد سبق الانجيل ايوة لان اما راح اسسه كنايس بكل حتة في العالم يهمني الخبر الامان بخبر المسيح ومين هو المسيح وامانك ومعبوديتك والكنيسة اللي هنتدي نشتغل فيها والاسرار اللي بنمارسها اما الانجيل كانجيل مكتوب اول واحد حط انجيل هو انجيل معلمنا مرقص وكتبوا المين للرومان هتكتب لهم ايه دول تتكلموا ازاي عن المسيح المتواضع والمسلوب وتخليهم يؤمنوا بي ازاي ازاي تطلع عن المسيح ده يؤمن به الرومان الاقواء اللي هما يعني اباطرة العالم يعني دعم ربنا في هذا الانسان مريموروس بشر فين مصر ده ده اللي احنا عارفين وبتاعنا ده بس هو كان راح مع بولس فين في روما وكان موجود اصلا فين قبلها في اسيا فيعتبر لف قرات العالم التلاتة اللي معروفين في الوقت ده اسيا وفي افريقيا وفي اوروبا خدم في كل دول ليه زيارة لكل حتة من دول كان بيلفهم ما بيهداش حتى بعد ما اسس الكورسي في مصر اقام ان يانس اسقف وسافر ورجع تاني واستشهد في مصر عشان يبقى موجود عندنا لان هو ابونا احنا مريموروس ما دفنش موهبته تحت عنوان صغر النفس ما قالش فيهم اليام انا ما انفعش وقطع رجائقه ما بطلش يحاول ويتعب ويفكر ويتعلم ابتدى وهو خايف وبيجري ويستخبى وانتهت حياته ان هو استشهد في شوارع مصر في اسكندرية ده يخليني محكمش ولا على انسان ولا على نفسي لان بدايته مهزوزة مسيح يقول لا تحكموا حسب الظاهر بل يحكموا حكما عادلا تحكموش في شيء قبل الوقت ما شوف زرعة زرعة كده مرة كنت في دير ملأ ديورة وابون الرابي ماشيني كده في وسط المزارع بدعة الدير وبعين لقينا شجر كده وفي شوية زهرة طالع عليه فبقول له حلو الورد اللي على الشجرة دي قوي قال لي بس بس خليك بقول له ده ايه قال لي ده زهرة رمان قلت له اعرفت ما قال لي هو عارفهم انا شاف زهرة شكلها حلو لكن دي زهرة رمان بعد شوية تطلع على ثمره لسه لسه فيه اللي احل فما تحكمش على المنظر البراني دي من شجرة زينة ودي زهرت كذا ودي زهرت كذا قاعد يشرح لي قلت له تصدق ما عرفهمش تعرفهم اين قال لي لا ما نعرفه عرفه الخبير عارف انها البدايات مش دايما هي اللي هتطلعها مش هناخد ورق شجر ناكله لكن الشجرة نفسها هتطلع ثمرة حلوة هتكون مفرحة ربنا مريمورقوس شفيع قوي بترسم جنبه الاسد في الصورة بتاعته واسد مريمورقوس الحقيقة رمز القوة المسيح اللي هو بتكلم عنه للرومان قصة مريمورقوس مليانة حاجات حلوة تعالوا نشوف النهاردة احنا خدنا منها نمرت واحد نتعلم توازن في حياتنا فعش يبقى تاخد جنبه واحد وخلاص الحاجة التانية اخضع لتدبير ربنا وترتيب ربنا واثق انه دايما كل ما هسيب نفسي عجينة جميلة طرية في ايده هيطلع مني حاجة حلوة الحاجة التالتة البيت بتاعنا لازم يكون فيه المسيح فطبيعي ان الثمر اللي هيطلع منه هيكون حاجة ترضي ربنا واخر حاجة ما تحكموش على حد ولا على نفسكو من بدايات فيه نمو دايما في حياتنا وفيه ثمر حلو في حياتنا وربنا شايف كل واحد فينا لازمة بس الحقيقة ساعات احنا اللي بنفتكر نفسينا ملناش لازمة فانعطى العمل ربنا تسيب نفسينا في ايد ربنا وبركة شفعة هذا القديسة العظيم تكون معانا وتسندنا لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد أمين تفضلوا انصال